خلاص طيب آية سورة الصاد وعندهم قاصرات طرف التراب برضو قاصرات الطرف يعني ايه زي بتاعة الصفات يعني هي قاصرة على زوجها لا تلتفت إلى غيرها طيب التراب يعني ايه التي متساويات في السن والعمر الله الله على المعنى كل نساء الجنة سنهم واحد اعمارهن واحدة احنا حتى جاء في الحديث اللي هو ايه عمر الشباب قالوا وافضل وقت الشباب كده تلاتة وتلاتين كما جاء في بعض الروايات خلاص يبقى متساويات في السن والعمر خلي بالك بقى يبقى لما بتكلم عن نساء اهل الجنة اول حاجة قلت وعندهم قاصرات الطرف يعني لا تنظر إلى غير زوجها يعني عندها اكتفاء واحد اثنين عين يعني هنا حلوة تلاتة اطراب اعمرهم واحدة متساوي مرتك بارش يعني عادت في السنة في الجنة مئة سنة هنزود على الثلاثة وتلاتين بقى عندها همية تلاتة وتلاتين لا هي تلاتة وتلاتين خلاص كده تعالوا بقى الآية الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان قال لك قاصرات الطرف برده يعني ايه يعني تكتفي بنظرها إلى زوجها ولا تلتفت إلى غيره خلاص طيب قال لك هنا باقي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان يعني المرأة في الجنة حتبأ بكر أبكار زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عربا أطرابا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين قال لك هنا لم يطمثهن انس قبلهم لم يطهن أحد قبل أزواجين وده طبعا يتكلم مقصود به الحور العين لأنه عندنا برضو عندنا من أصناف النساء في الجنة عندنا النساء نعين إما نساء أهل الدنيا اللي حيدخلوا الجنة والمرأة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة فإن منزلتها أعلى وأعلى من الحور العين الحور العين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم للجنة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا تمام كده لكن المرأة في الدنيا ما كانت في الدنيا متزوجة خلاص يبقى وطاءها إيه؟ وطيئها زوجها وممكن تكون تزوجت مرة واتنين واتطلقت وترملت وتتتمت وتيممت والكلام ده وتأيمت فكل ده إيه؟ يعني خلاص هي تزوجت يعني أصبحت ثيب لم تصبح بكرا أو جاء معها زوجها خلاص كده فواطئها إذن لما ربنا يقول لم يطمثهن إنس قبلهم لا بواطئها زوجها يبقى مقصود بها مش نساء إيه؟ الدنيا المقصود بهذه آية الحور العين لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن وفي هذه الآية دليل على دخول مؤمني الجن الجن فيها دليل على إيه؟ مؤمن الجن يدخلون الجن سئل ضم ره ابن حبيب هل يدخل الجن الجن؟ قال نعم وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات للجن جنيات وللإنس إنسيات